بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم أعزائي طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي النهاردة يا شباب حلقة مهمة جدا وحلقة من حلقات الأدب ونهاردة هنكمل مع بعض سلسلة فهم وشرح الأدب من خلال درس المدرسة الرومانتيكية طب ايه أهمية الدرس ده بالنسبة لي وليه حضرتك يا أستاذي مهتمة أو بالدرس ده أنا بقول لحضرتك الكلمة دي مهمة جدا جدا الدرس ده ما هو إلا حلقة مصغرة من درس ثالثة ثانوي هتدرس برضو المدارس الأدبية ومنها المدرسة الرومانتيكية وده تعتبر أهم مدرسة لأن المدرسة الرومانتيكية متشعبة شو يا حبيبي الطالب يعني متشعبة يعني خارج منها أربع المدارس والتجاهات فالمدرسة الرومانتيكية بالنسب لك مهمة جدا طب يلا بينا مع بعض نبدأ بقى نواتج التعلم بسرعة قول لك أول حاجة أنا أتعرف الطالب المقصود بالمدرسة الكلاسيكية في الشارع عربي أنا عندي فيه مدرسة كلاسيكية كده زي تمهيد هبدأ أماهج لك وانتأكيد هتبدأ تدرس بالدرسة اللي بقى كلها فيه عند مدرسة كلاسيكية قامت على المدرسة الكلاسيكية بعد العصر عباسي قوة طبعا وجاء بعد كده العصر العثماني والمملكة وكان في حالة ضعفة هدرستها بالكلام جاء بدي كده في تقولها سنوي هندرس بقى جاء محمود سامي البارودي ومعه شوقي وحافظ إبراهيم رجعه في الشارع قوته تاني وبسبب بعض هنقول الخلافات الأدبية وبعد التأثيرات الأخرى ظهرت المدرسة الرومانتيكية بقى أنا محتاجة كلاسيكية في الشارع إن الطالب يستمتج سمات الاتجاه المحافظ يبقى أنا برضو مهتم بسمات اللي أنا هوزن بينها وبين سمات المدرسة الرومانتيكية طيب بعد كده بنحدث أسباب اتجاه مطران للرومانتيكية مطران اهتم برومانتيكية طيب لأني جبت كلمة مطران وما قلتش المدرسة الرومانتيكية زي ما أنا بقول الكلاسيكية لأنه مطران الأب الروح للرومانتيكيين في الوطن العرب نستمت بعد كده طبعا يا شباب تطور القصيدة الشعرية على يد مطران طيب التاميج بتاع ليه ليه بقى ركز معايا كده بولي المدرسة الكلاسيكية في الشارع عرب الكلاسيكيين هم اللي أعادوا للشعر العربي قوطه ورسنته يعني كان الشعر العربي زي ما احنا درسنا قبل كده كان في حالة ركاكة وضعف ليه فكانت ركاكة وضعف الخليفة أو الحكم أصلا ما كانش عربي الخليفة العثماني أو المملوكي ما كانش عربي فبالطبع انعكس ذلك على الشعر لأن الشعراء لم يلقوا الجزاء اللي هما بيطلبوه أو لم يجد للشعر ايه ما كان كبير جدا إلا بعض الايه المحاولات الفردية لكن كالشعر قوة وكعصر قوة لا كان عصر ضعف فجاء محمود سامل بارود محمود سامل بارودة عمل ايه أعاد للشعر قوطه طيب يعني كلمة كلاسيكي أو ليه التجاه كلاسيكي يعني كلاسيكي الكلاسيكي ده قديم لأ وبقولك الاتجاه المحافظ في الشعر العرب يعني أنا حافظ على الشعر العرب محافظ على الشعر العرب ايه حافظ على قوة الأفعظ وضحي المعاني جزلت التراكيب متأنت الأسلوب كلام اللي احنا درسناه قبل كده طب من رموزه قالك رموزه أحمد شوقي وحافظ إبراهيم ومحمود سامل بارودة اللي هم الأعلام الكبيرة اللي عرفناها فين في المدرسة الكلاسيكية يبقى نركز جدا مع بعض يا شباب لأن الكلام ده حتاجه في ثالثة سنوية أنا قلت لك أهو من دلوقتي الخالص ركز معايا أهو قالك سمات الاتجاه المحافظ أول حاجة الالتزام واحدة وزنه قفية طب ده معنى إيه؟ قالك الوزنه القفية احنا عارفين أن الأبيات الشعرية قيمة على شطر وشطر أو شطر وشطر هدي كلام هنا وكلام هنا أكبر الشطر الحرف الصحيح الحرف الصحيح الحرف الصحيح في الكلام ده بسميه القف هتلاقي القفية هنا اسمها قفية موحدة يعني مثلا أحمد شاوبول اختلاف النهار والليل ينسي يعني ينسي إذكورة للصبع وياما أنسي وصفة لي ملاوة من شباب صورات من صوراته نمسي هتلاقي السين مكسورة وهنا السين مكسورة ده اسمها قفية موحدة يبقى أول حاجة اسمها إيه؟ القفية الموحدة يبقى بيحافظ على وحدة الوزن والقف طيب يعني بقى الوزن الوزن اللي هو العروض برضو بعض الطلاب يسألوا يعني إيه الوزن بقى وحدة الوزن الوزن يا شباب اللي هو العروض يعني هتلاقي ماشي بنغمة شعرية واحدة أمر على الديار دياري ليلة أقبل ذا الجدارة وذا الجدارة هتلاقي نفس النغمة في البيت البعض وما حب الدياري شغفنا قلبي ولكن حب من سكنت ديارة مفاعلة مفاعلة فعول اللي هو اسمه العروض علم العروض علم العروض هتلاقي دايما الشاعر جايب لك نغمة موسيقية اختلاف النهار والليل ينسي اذكر للصبا وأيام أنسي وصف لي ملاوة من شباب صورت من تصورات ومسي هتلاقي نفس النغمة نفس الإقاع الموسيقي طبعا ده بيعمل رتابة شوية في الشعب هندرسه بعدين لكنها عازة بتعرف يعني كلمة يلتزم بوحدة الوزن والقف يبقى أول حاجة رومانتيكين عندهم التزام لوحدة الوزن والقف تاني حاجة الحرص على التصريع في بداية القصيدة التصريع يعني ايه التصريع؟ يعني مثلا لما قلنا برضو خلينا فحمد شو اختلاف النهار والليل ينسي راكز يونسي ايه السين ايه اذكرة للصباء وايام هتلاقي التصريع هو توافق بين شطري البيت الاول البيت الايه؟ الاول يبقى ده قال لي تبقى لده القدماء في ايه؟ مهد مدرسة اتجاه المحافظ هو المحافظين بيعملوا يبقى توع الشارف للعصر من أمه الجاهله والأمه والعباد كيف هنبكي من ذكرى حبيب ومنزلي؟ بسقط اللواء بين الدخول فحوما لي؟ لي لي؟ يبقى هو بيقلد منزلي وحوما لي؟ نفس القفية هل غادر الشعراء من متردمي؟ أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ يبقى هنا قلدوا كل الشعراء اللي كانوا في العصر القديم في الجاهله والعباس والأمه كانوا بيعملوا بيحافظوا على وحدة الليه؟ إذنه القفية بنحافظ على التصريع في بداية القصيدة طيب استعارة صور القدماء يعني صور القدماء؟ اللي هي بقى التشبيهات والاستعارات والكنايات اسمها الصور القديمة يبقى كل ده إحنا درسنا من القديم طيب يبقى ده أيضا من مظاهر التأثر بالإيه؟ بالقديم طيب الصور يعني تشبيه استعارة كنا مجالي تأثروا ببعض ألفز القرآن الكريم برضو إحنا درسنا وهنبدأ ندخل نطعب بعد ألفز القرآن الكريم شيوع الحكمة في الشعرين؟ يعني أغلب الشعراء الكلاسيكين عندهم حكمة حتى اختلاف النهار والليل ينسي ده حكمة تعاقب ليله النهار بيخلي إنسان ينسي؟ ما ده معروف؟ الأيام بتخلي إنسان ينسي؟ نفس اللي كانوا بيعملوا مين؟ الشعراء القدماء نفس تقليد القدماء زي مين؟ كل القدماء أتلاف الشعرون فيه كان فيه حكمة مثل طرفة بن العبد لما ستبدي لك الأيام وما كنت جاهلا وإتيك بالأخبار إما لم تزوادي؟ إحنا درسنا في المعلقات أخلي بالك أنا بربط لك أولا بالإيه؟ بالقديم ستبدي لك الأيام وكنت جاهلا وإتيك بالأخبار إما لم تزوادي وإتيك بالأخبار إما لم تبغي له بتاتا ولم تضرب لها وقت موعد ده هنا فيه شعر كان فيه حكمة إحنا برضو عن العادة زهير بن نبي سلمة خلاص؟ كل الشعراء القدماء هم ألفاظه تتسم بالجزالة والفصاح يعني بقينا ممكن نقول ألفاظ تراثية يعني برضو بيهتمهم بالألفاظ التراثية وآخر حاجة وضوح الفكرة يعني لفظ تراثي؟ يعني لفظ عربي محتاج لمعجب تمام؟ تمام يبقى احنا كده عرفنا التزام بوحدة الوزن والقافية الحرص على التصريع الصور عندنا صورة قديمة من الشعر القدماء بيقلدوا القدماء في الصور ودايما معانا اللي هو الحاجات اللي احنا قلنا عليه طيب هنا برضو نبدأ بقى نشوف ليه موتران اتجه للرومانتيكية أكيد موتران ليه أسبابه دوافعه اللي خلاص اتجه للرومانتيكية تمام؟ تمام طيب نشوف كده موتران والرومانتيكية بتاعته بدأ ليه الأسباب دوا كلها؟ أول حاجة ركز الطبيعة الخلبة في لبنان لأنه موتران أصلا شاعر لبناني هو لقاء شعر القطران لأنه شاعر في مصر و لبنان يبقى الطبيعة الخلبة ده أثرت في إزاي؟ إن خلت موتران تأثر بذلك إنه حسه مرهف دي انعكست على إحساسه مرهف طيب اتنين موتران أثرت في النموه وخياله وإحساسه وجمال تصوير بقى بيصور حاجات جميلة مناظر خلابة إنسان عايش وسط أحضر الطبيعة طبيعة لبنان والجبال لبنان وشجر الأرض والطبيعة الساحرة طبعا إنعكست ذلك على إحساسه ومشاعره جميل بعد كده سفر فرنسا إش مالة فرنسا بالذات؟ لأن الأدب الفرنسي الأدب الفرنسي عندهم العاطفة فيه زيادة شوية تغلب العاطفة فيه شعرهم تغلب إياه شباب العاطفة فيه شعرهم يعني العاطفة عندهم عالية عكس الإنجليز الأدب الإنجليزي بيفكر بدماغه شوية أو بيحب بالذهب بعقلي أما الأدب الفرنسي في عندهم العاطفة الشعر فيه غنبة العاطفة في الشعر يعني عندهم العاطفة متأثرة شوية فأكيد هيأثر ذلك على الشعر يمثل الاتجاه الوجداني بقى عند مطراني بقى انه يرى الكون انا عايزك تركز كلمة يرى الكون دي اهو يرى الكون دي عمل حاجة اسمها تشخيص للطبيعة يعني ايه الكلام ده يعني مطران جعل كأن الكون انسان بيكلمه لما يقول مطران انا درسه بعد كلمة ثلاث سنة وشرباب شاكن الى البحر اضطراب خواطري فيجيبوني البحر برياحي الوجدان ثاون على سخر قصن وليت لي قلبا كهذا السخر شاكن الى البحر هو بدأ يشكو يتقلم بقى بيكلم البحر كأنهم بحر بقى صحب صديقه عمل تشخيص دي اسمه تشخيص للطبيعة كأن البحر صحبه دي اسمه تشخيص للطبيعة كأن البحر صحبه بيكلمه مع بعض وبيتحدسهم ويقولك ثاون على صخر الصم وليت ليه قلبا جال صخرة الصماء جعل كل ما بيكون كأنه وتحدس اليه فده انعكس على احاسيسي الذاتية وبذلك اصبح الاتجاه الرومانتيكي يحاكي الرومانتيكية الغربية يعني بقينا نقلد الغرب بنشوفه ما بيعمله ايه وبنقلد زيه يبقى تاني اسباب اتجاه موتران الى الرومانتيكية الطبيعة الخلابة اثرت على خياله وإحساسه اطلاعه على الشعر الفرنسي وبعد كده بدأ عنده احاسس بالايه بالكون والطبيعة يبقى احنا دلوقتي نبدأ نطبق كده نشوف الشعر ازاي انا اضع رفهم من الكلام اللي اندرسه من موتران ان انا ابدأ اطبق يلا معي احب قلبي كده الشعر يقول يا حبيبا يبقى كده بتكلم محبوبته محبوبته وهنا يبقى انا عندي نزعة ذاتية يعني نزعة ذاتية يعني حكا خاصة بياني بس يبقى انا عندي ثلاث نوع من التجارة في تجربة ذاتية وفي تجربة عام وفي ذاتية تحولت الى عام هنا بقول يا حبيبا ما لي سواه حبيب يبقى تجربة ذاتية خاصة بالشعر فقط ما ينفعش حد تاني ينازعه في هذا الحب طب التجربة عامة دي خاصة بنا كلها كنا بالحب مصر بالحب الوطن كلنا بالحب الوطن ذاتي وتحولت العامة يعني حاجة متعلقة بي تأثرت بيها بس تنفع لكل واحد يتحطى في نفس الموقف ده طيب بول يا حبيبا ما لي سواه حبيبه وبي كان من صبايا هيامي يعني شوقي وحبي لاحظ التجديد اللي عمله موطران ان ما عملش هنا تصريع لا يوجد تصريع يبقى موطران بدأ يعمل ايه يخرج من اسر الامات الشعرية المتكرر خروجه من اسر الامات الشعرية المتكرر احنا كنا بنقول فيه تصريع ما فيش تصريع خلاص يبقى بدأ يخرج يعني لم يدمر القديم كملا يبقى ليه يوجد تصريع طيب انت لو لم تكن أليف شبابي لم تطب ليه نظارة الايام طيب ايه اللي عمله بقى هنا قديم لا ده انت هتقول حافظ على الوزن الوزن واحده نفس النغمة ونفس هتلاقي عدد الكلمات هنا قريبة من عدد الكلمات هنا خدها ببساطة كلا مش هون بتفهم العروض هتلاقي عدد الكلمات قريبة من عدد الكلمات هنا هتقول لي ده الوزن ده قافية قافية حافظ عليه يعني اذا هو عمل جديد عمل شعري ذاتي عاطفة وقديم حافظ على الوزن والقافية حافظ على الوزن والقافية يبقى اي شعر لازم ان ادرسه افهم كده طيب ده مطران بيقول لي بقى استدق في دوق فهمك من هزب سبق من الازمان انت كان مطران للرومانتكي هل الطبيعة الخلابة في لبنان يعني هنا فيه بيحكي لها مسلا عن لبنان وطبيعة لبنان اكيد خطأ احسسه الذاتي يعني حاجة هو متعلق بيها فقط هتقول لي اصح طب جاب كلمة من الشعر الفرنسي او جاب عالم من اعلام شعراء الفرنسيين لتأثر بيهم هتقول لي لا خطأ تحليل العواطف الانسانية هقولك تحليل العواطف الانسانية دي معروفة اللي هي الحق والخير ومتعلقة بالنفس وا 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 هقولك لا غلط خطأ ده خطأ امال هتقولي الاجابة ايه هقولك الاجابة احسسه الذاتية المالي سواه حبيبه صباية بتكلم ضمير يتحدث اكتب وسجل معايا ضمير المتكلم يبقى على طول الشاعر هنا تكلم بضمير المتكلم يبقى على طول هتقولي ده تجربة ذاتية او احسس ذاتية طيب زور جيل جديد من الشعراء رفض الرومانتكيين السير على نهج الكلاسيكيين ليه احنا هنبقى بقى فيه خلاب بينه بينه ايه اللي احنا بنعمله وانتو مش موافقين عليه ايه اللي الكلاسيكيين بيعمله وانتو مش موافقين عليه يا رومانتكيين قالك انت بتنتمه بالصغر على حساب المعنى اهم حاجة اعمل نسيج الشعر ده نسيج اجيب اللفظة واجيب لفظة تراثية ووووو وكمان الصغر على حساب اللي هو دان انو جدد العاطفة انا عايزك تقولي اللي انت تشعر به الشعر واحساس مش كلمات تحطها جنب بعض وخلاص والاسم اكتبت شاعر لا انا عايزك يكون عندك احساسك علشان توصلنني كمطلق يعني انا عايزك كان مطلوب يحدث الكلاسكيد بوله انا عايزك انا حس بك انت عايز اشعر بالماء داخلك من عوضفك انت مش عايزك تكتب لي كلمات وخلاص اسم الشعر مش احس بيه مش هشعر بيه مش هلاقي فيه نفسي يبقى الشعر عندي احساس قالك نتزي بالوحدة العضوية يعني وحدة عضوية وحدة معضو وحدة عاطفة وحدة جو نفسي انا عايزك تتألم لشيء ما وتنفعل له كده الوحدة العضوية دي تتماس بها الرومانتكين كلهم كلهم عندهم ومال الكلاسكين عندهم ايه قالك عندهم وحدة البيت يعني ايه وحدة البيت يعني انت لو جبت اي بيت فاي قصيرة كلاسكين لحمد شرقي او حافظ برام او البروت القصائدهم وطالب اموار في البيت من قديل الابيات وقام رايح مغايير ترتيب القصيدة يعني مثلا اختلاف النهار ولا يلوس وصبب لي منوتة من شباب من صورت من صورت ومسي عصر تكسبها لعب ام تقايل عصر تكسبها لعب ومرت سنة نحو ولا ولا ازا دخلسي اختلاف النهار ولا يلوس القصيدة مش هيختل توزينها اوي يعني ممكن اتكلم اقول يا ابنة تليان من ما ابوك باخير ما لهم ولعب منعن وحبسي اختلاف النهار ولا يلوس لأن الوحدة وحدة البيت لكن تعال بقى في رومانتكين القصيدة عنه زي نسيج ده نسيج واحد كل بيت مترطب على البيت اللي بعده لو انت جيت كطالب كده ود وقمت رايح حزفت بيت او غيرت بيت مكان بيت هتلاقي من القصيدة اختل معناه لأنه ماشي بنسيج يعني بخط واحد مترطب على بعض فهنا التجول الوحدة العضوية قالك العرف الاتجاه العرفة بالاتجاه الوجداني يعني عرفة بالاتجاه الوجداني يعني متران ده المدرسة بتاعتها والاتجاه بتاع اسمه الاتجاه الوجدان عشان انت كده تلاقينا كاتبوا لك اول الشريحة الاتجاه الوجدان ليه والزعيم هو مين متران خليل متران اهتم المتران بايه بتاح للعواطف الإنساني بدأ بقى يهتم بالعواطف بتاعته الإنساني وبدأ ايه تاني يقدر الحب والخير والجمال ويدعو للمثل العليا المثل ايه العلي اللي بد أن يتحلى بقى كل البشر نحن ندعو للحق والخير ودية القيمة العالية كان في الشعر ليه مرام خطير مرام يعني ما يخصل يعني هنا برضو تطبيق كده على حتة المسل العليا فعدى توقي المرام الخطير هائم في الوجود اسأله الوحي كما يسأل الغني الفقير اكبروني ولست اكبر نفسي الناس كبرته وهو عنده صفة التواضع هنا برضو توصفه من صفات الحب والخير انا في الفن مستفيد صغير انا اقل لكم مستفيد يبقى ايذن هنا الشعر بيدعو للحرية بيدعو للمثل العليا يبقى ده اللي اهتمى بمطران اللي هو نقاء الانسان يدعو للخير والحق والجمال وتهزيب النفس يبقى ده اللي اتجاه الرومانتيكي الذي يدعو إليه لذلك هنجد ان القصيدة تطورت على ايد مطران تطورت ازاي؟ اصبحت القصيدة تجربة شعورية تجمع بين الشعر ومطلق انا لما اسمع المغني كده يا شباب وانت مثلا بتسمع اغنية عاطفية لو فيها حزن انت بتعطي عاية جنب الاغنية لانه لمس مشاعرك لو فيها فرح انت بتبقى سعيد لانك انت بيلبس القلب لكن اما اسمع قصيدة فيها او بيكلم عنه ضغع عام انا مش هتأثر لكن اما اسمع مثلا الشاعر بيناجي محبوبته سألتك يا صخرة الملتقى متى يجمع الظهر المفرق انت كده وانت قاعد تقول فعلا امت قابل حبيبي اللي انا كنت بحبه وبهوان فانت تبدأ تتكلم مع نفسك كأن الشعر يأخذك الى افاق اخرى وإلى ابعاد اخرى من ناحية العواطم فمطلقان عايزوا لكده القصيدة بتتكلموا لازلتها عشان توصل بين الشعر المطلق القصيدة فيها تصوير جميل فيها صور وقلنا اسمها الصورة كلية صوت ولون وحركة يعني صورة كلية صوت ولون وحركة يعني قل له يعمل له تصوير كده جميل كأنه يجعله جزء من الطبيعة كأن الشعر بيخلي نفسه جزء من الطبيعة فبيبدأ يخلي للصورة الجامدة اللي هي الصورة التشبيه الخيال الجزئي الجامد خلي الصورة حية متحركة فيها انفعالات وفيها صوت ولون وحركة اي صوت لون حركة يبقى ده اسمها جمال التصوير القصيدة عندي متمسكة وفيها واحدة عضوية يعني واحدة الموضوع بيكلم عن موضوع واحد الجو نفس عاطفة يعني لو فيها فرح يبقى فيها فرح حزن يبقى حزن يبقى أنا عندي واحدة عضوية يعني واحدة موضوع ما يكلم عن موضوع واحد من فاشة أتشعر في أكثر من موضوع واحدة جو نفسي واحدة عاطفة هنقولي أنه مطران كان حلقة وصل قولنا بين القديم حلقة وصل بين القديم والجديد قالك أنا حافظة عوضة وصل القف مع ادخال بعض التعديلات بعد كده الرومانتيكين كلهم يا شباب عملوا تعديلات تعديلات زي ايه عملوا قفية مزدوجة وشار مرسل بعد كده ده هيجي بعدين بس أنا حايزك دلوقتي تركز معا فيه لغة القصيدة بعدت عن الغريب النابي يعني الشان أو اللغة الغريبة هو أيضا حافظ على أصارة اللغة العربية ولكن بدأ يتكلم بلغة عصرية يعني لغة ايه عصرية تمام طيب مع الشرح يأتي الطبير يقول خليل مطران وإني أهواك ملء عيون أهواكي ملء عيون دي يعني اللي بيتكلم محبوبته وملء حشاشات الصابرة وملء الزمان وملء المكان ودنيايا أجمع والآخر الله هو بيتكلم مع مين محبوبته احنا قولنا بقى ايه شعر ايه رومانتيكي فكل شعر ايه هيكون ايه هيكون في حب وعوط طيب استدق سمة من سمات رومانتيكية غلبة المشاعر الجيش المحبوب أقول لأني بيحبك انت ملء عيوني انت حشاشاتي هنا حشاشاتي يعني معناها في قلب في داخل يعني لأن القلب جزء من الحشاشة يا شباب ملء الزمان ملء المكان انت كل حاجة في حياتي يبقى أكيد بيكلام عن محبوبته يعني كلام مش هياخد أبعاد كتير يعني ابرز تعلق بالطبع هتقول لخطأ حب الحديث عن نفس الإنسان خطأ لأنه مش بيستبطها ولا بيتكلم عن الحق ولا الخير ولا الموت ولا الحياة ولا الأخوة ولا أي حاجة مواطن الزكريات هتقول لخطأ يبقى هنا بيتكلم عن غلبة المشاعد الجايشة والكلام سهل وبسيط دايما في حاجة اسمها كلمة مفتاحية نبص علىها شوي لازم نقرأ البدائل كلمة المفتاحية عندي أهواكي أهواكي أحبكي يبقى هنا بيتكلم عن محبوبته خلاص يبقى أنت تدور على التكلمة لإيه المفتاحية شاو بيقول اختلافه النهاري والليلي ينسي إذكرة إيهنا عمل تجريد برضو لو جات لنا في الامتحاد بيقلد القدماء للصبا وياما أونس تمام هنا الشاعر بيتحدث عن إباه هل في قرآن ولا الحرص على التصريع لا أتقول ده الحرص على التصريع طب استعار صور القدماء هتقول فينا صور القدماء هقول لك لا ما فيش تشبيهات ولا استعارك كتير يعني فساعتها أنت هتقول لي الكلام كده واضح وسليم تمام ده سؤال تاني المطران بيقول لي يا سيدي أي ماء عذب وأي هواء أرج في الرياض والأدغال أي بحر زمرودي محاط بإطار من عزجدي من عزجدي الرمال يعني بيتحدث هنا عن يا شباب بيقول لي أي ماء عذب طبعا ذكر الماء وذكر العزوبة وذكر الهواء والأريج يبقى أكيد في الطبيعة الخلابة اللي تأثر بها مطرة تمام كده يا شباب فيا هندو أنت مين يا هندو أنت منا مهجتي وناهية القلب والآمرة فيا هندو أنت منا مهجتي مهجتي يعني حبي يبقى إذن أيضا يتحدث إلى محبوبته يبقى هنا برضو الشعر بتكلم عن عن عواطفه القياشة وحبه أي كلمة مفتاحية يا شباب هتقول لي كلمة مهجتي يعني حبي وقلبي تمام تمام يبقى هنا بيقول لي فيا هندو أنت منا مهجتي يبقى الكلمة دي الكلمة المفتاحية يعني قلب وحب إذن الشعر بينادي محبوبته فإذن هنقول ده كشف عن عطفة الحب الجار يقول شوقي كل دار أحق بالأهل إلا في خبيث من المذاهب رجز نفهم معنى البيت قبل ما نجاوب الشعر بيقول كل واحد إحنا أهل البلد أهل البلد أحق بها أحق بها وبخيراتها من خبيث يعني المستعمر إحنا أهل البلد طبعا هل تأثر شوقي بالقرآن الكريم أقول لك لا هروس على التصريع أولا ما فيش تصريع خلاص أولا ما فيش تصريع لا وسألنا مش الشرق بيت الأول بس أولا كده بس ما فيش تصريع إحنا أي بيتة عندي يا شباب صاحب الوطن هو صاحب الأحق بخير هذا الوطن بخلاف المستعمر الخبيث ما لهش أي مكان عندي ما ده حقيقة بدل هي حقيقة تبقى حكمة ما أقلقش خالص خليني معك واحدة واحدة طيب يا من شكت ألمي معي طيباته في مسمعي طيبات يعني خففت عنه شكواكي ألطفوا بلسم لجراحة المتوجع ما أعلق الشدو الرخيم وكل قلب مولعي هنا الشعر بيتكلم عن إيه أولا هو بيتكلم محبوبته خلينا واحدة واحدة كده طيب ما فيش كلمة محبوباتي هنا يا أستاذي وأكيد في سمة من سمات شعر مطرام مهم الشرط يجيب لك المحبوبة وما تعودنا يعني مش هنلاقي كلمة مثلا كذا ونقول ده منوجات المحبوبة أو لقاء مع محبوبة أو حب أو العاطفة الجايش لا هنمشي واحدة واحدة طيب يلا بيد منوجات الطبيعة بيتكلم عن زي ما احنا خدنا كده درسنا قبل كده البحر والأمر والليل والزمرد والعاس جدي سأتفهم العاس جدي يعني الدهب لا ما قالش يبقى خلاص هنحزف منوجات الطبيعة طيب الوحدة العضوية يعني بيتكلم عن موضوع واحد عاطفة واحد جو نفس واحد ترتب أفكار واحدة وبيتكلم عن محبوبته وبيتكلم عن يقلطف حاجة بالنسباله وهي الصوت الجميل يعني كده عاطفة واحدة وبيتكلم عن موضوع واحد طيب هنستلع من نمازل البيانات القادمة استعراض وتشبيهات لا اعتبر على شعر التفعيل ايه شعر التفعيل شعر التفعيلة ده لا يلتزم بوزن وقافية يعني لا تصالح أترى حين أفقع عينيك وأضع مكانهم الجوارتين هل ترى هي أشياء اللي تشتر جاء طفان نوح ها هم الجبناء يفرون نحو السفينة بينما كنتوا كان شباب المدينة مش هتلاقي شطر وشاطر ومالا هتلاقي أسطر الشعرية تحت بعض بنغمة موسيقية متدخلة ده اسمه الشعر التفعيلة وده هتلاقي بعد كال في المراسل الواقعي يبقى كده خطأ أيضا يبقى على طول أنا أختار الوحدة العضوية لأنه بيتكلم عن موضوع واحد وجو نفسي واحد وعاطفة واحدة أنا ألأم من إيه الأبيض دي مهمة جدا 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 ممكن أقول جدا لغير بكرة صح لأنني فيها حكي كتير أول أنا نشرحها مع بعض مطربل شاكل إلى البحر الطرابة خواطري طبعا انت خطب لكده الشاكل دي إيجاز بالحسف يبقى شباب ده اسمه إيجاز بالحسف شاكل إلى البحر وجعل البحر كأنه إنسان يشكيه وبيرد عليه طيب يعني استعارة مكنية صح بس هو ما خلال صورة جزئية يعني إيه ما خلال صورة جزئية عملها صوت ولون وحركة يعني استعارة إيه بس خلي فيها صوت ولون وحرك الصوت في كلمة شاكن الشاكن واللون في لون البحر لون الطبعي لون لون البحر والحركة عملها في الطراب فحول الاستعارة خلالها صورة كلي من صورة جزئية خلالها صورة كلي شاكن إلى البحر الطرابة خواطري جزء الثاني فيجيبوني البحر خلائة زي بيتكلم برضه فيجيبوني البحر برياعه الهوجان ثاون على صخر أصب وليت لي قلبا كهذه الصخرة الصمائي ينتابها موج كموج مكاري ويفتها كالسقم في أعضائي وبيتكلم عن الطبيعة الشاعر بيتكلم عن الطبيعة وحبه للطبيعة بدليل أنه جاب كلمة بحر جاب كلمة صخر موج يبقى كلمات يبقى دي كلمات مفتاحية دي كلمات ايه؟ مفتاحية هل اهتمام بالتصوير جعل التصوير وموازجه بالطبيعة؟ هتقول لي اه فعلا هل استنبت النفس الإنسانية وما فيها من مشاعر واحسس هو مش بالكلم هو بيكلم البحر هو مش بالكلم نفسه هو جعل نفسه وإنسان بي ايه؟ ها؟ بيكلم الأخ يا الشعر الحديث عن النهاية والموتر هو مش بالكلم الموتر هل بقى فيه مغالاة في التجديد وتصوير الطبيعة؟ هنكز بقى فيه فرع بين اهتمام بالتصوير والمغالاة طبعا هنقول اهتمام بالتصوير لأن المغالاة ده أصلا خطأ المغالاة في التجديد يعني كسر كل القديم لا ده فيه قديم موجود ازاي؟ ما فيه واحدة وزنه خفية خفية موحدة فيه ايه قديم؟ فيه وزن واحد فيه قديم فيه تصوير خيال جزئي تشبعه ده قديم ما اللي بكلم فيه ايه؟ يبقى على طول دي ايه جانبت عصفة تقصب اللعوب ومرت سنة حلوة ولذة خلسي عصفة تقصب اللعوب طيب هنا بتكلم عن ايه يا شباب؟ احمد شو عصفة تقصب اللعوب عصفة تقصب ده تشبيه؟ وصبب اللعوب ده استعارة بكنية ومرت سنة بحلوها استعارة وده استعارة ده البت كل مليم استعارات بنسميها احنا نزعة بانية يعني نزعة بانية يعني بيت كل مليم تشبيهات واستعارات على طول هتقولي دي استعارة الصورة القدامة بيقلدوا القدامة بيجيب تشبيهات والايه واستعارات اني اقمت على التعلّة بالمنا في غربات قالوا تكون دوائي انياش لهذا الجسم طيب هوائيها ايه يرطف النيران طيب هوائي ده مالي بيقول مطراء التعلّة يعني التعلّل والتشاغل يعني انا مشغول بحاجة في قلبي في غربة ونكر هنا التويل قالك روح بقى اسكندرية عشان دي ايه تقدر تخفف عنك الألام طيب لو الهوى بتاع اسكندرية هيخفف القلب من اللي يخفف نار الحب اللي في قلبي ده بالعكس ده نار تزيد اشتعالا تزيد القلب اشتعالا تزيد القلب ايه اشتعالا طيب هل بقى هنا مطران استلع من نماذج البيانية القديمة هقولك لأ طبعا ما فيش استعارات وتشبات ده هو الشعر بيتكلم من إحساسه ادخلت علينا القافة ازاي انا بتكلم عن القافة الحرف الصحيح اللي هو الهمزة والهمزة اينا واحدة ايه طيب تجديد الصور والصياغتها بدأ يجدد كده اه يلطف النيران دي استعارة تصرحي طب المحافظة اللغة التراصيل ما فيش لغة تراصيلة حتى بطارات الاستبعاد انا مش هلالة لإجابة كي مش هلالة لإجابة ايه دي تمام طبعا شوقي بيتكلم في حيط جميلة جدا بيتكلم عن النهاية وكأنه رفرفه ورواق من ضحن وكأنه حققته ايه عموده صباحا طيب ويه مطران بيقول لي وكأنني أنست يومي زائلا فرأيته في المقرات كيف مساء هنا عملنا موزبة الفرق بين الكلاسيكية عنده مطران والرومانتيكية قالك انهما بيبعدوا عن الكلام النابي الغريب يعني الكلام اللي هو ايه غريب الكلام واضح شوق النيل عبدك والمياه جواري باليمن والبركات فيه جواري يعني بتجري يعني طبعا النيل عبدك والمياه جواري بأكيد فينا بيتكلم عن مناسبة لأنه بيتكلم عن المالك أو بيتكلم عن الحاكم سير كيف شئت لك القلوب منازلهم أن انتقلت فمصر في الأمصر يعني مصر في القلب طبعا هنا لو هو بيتكلم عن شعر مناسبة يبقى بيهتم بالصياغ على حساب المعنى يهتم بالكلام والألفاظ على حساب المعنى فكأن آخرة دمعة للكون قد مزجت بآخر أدمعي لإيه لرسائي وكأنني آنست يومي زائلا فرأيت في المرآة كيف مسائي هنا مطرم عنده يا شباب جعل اللي آخر يوم أو يوم اللحظة المساء ولحظة النهاية في الكون هي لحظة النهاية فرأيت في المرآة كيف مسائي عكس الطبيعة مع عكسه مع مين مع المرآة فهنا نبدأ نقول رؤية الكون من خلال مشاعر الشعر الإيه الذاتي إلى هنا أبناء وبناتي ما يكونوا قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة يعني أدعو الله أن يكونوا وفقت في كيفية إبراز سمات المدرسة الرومانتكية وكيفية التعامل مع ناط الأسئلة الإيه المختلفة ومهم جدا يا شباب نفهم الحلقة دي كويس جدا ونقدر نطبق بشكل كبير لأن احنا نحتاجه بعد كده في الثالثة إيه السنوي إلى هنا عزيزة الله وطالبات الصف الثاني السنوي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة كان معكم عبدالغني محمد عبدالغني ندعو الله لكم بدوام التوفيق والنجاح والسداد وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تحت مظلة منصة البس المبشر ندعو لكم بدوام التوفيق والنجاح والسداد والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة